اطلع الأمير العامل المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان دكتور صالح الثرم على ما تحويه العربة الطبية المتنقلة من عيادات طبية وأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة تحديات الاحتياجات الصحية والكوارث والأوبئة وأشار واستمع الحامد إلى شرح حول أهمية العربة الطبية التي تهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية البعيدة عن المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وأثنى الحامد على الإمكانات التي تحتويها العربة المتنقلة وعلى ما يقدمه مدير عام مكتب الصحة بأبيان من جهود ومتابعة مستمرة لرفض المحافظة بمثل هذه التجهيزات لتطوير الخدمة الصحية بالمحافظة كما دشنا الحامد ومعه مدير مكتب الصحة مشروع العيادات المنزلية للقابلات في ثلاث مديريات بتمويل من ماري ستوبس حيث تم توزيع خمسة عيادات منزلية لخمس قابلات في مديرية أحوار ومديرية زنجبار ومديرية خنفر تحتوي على معدات فحص وتركيب للولب وإضاءة وأثاث مكتبي